لنفترض أن لدي المصفوف بي هنا وأريد أن أعرف الحيز الفراغي لبي وقد عملنا هذا لعدة مرات لكن هذه مراجعة الحيز الفراغي لبي عبارة عن جميع قيم X التي تعتبر عنصرا أي أن المتجه X الذي يعد عنصرا من ماذا تعتبر عناصر 1,2,3,4,5 من R5 حيث بي أي المصفوف بي ضرب أي واحدة من متجهة X يساوي الصفر هذا هو تعريف الحيز الفراغي إنني أحاول أن أجد مجموعة الحالق لهذه المعادلة هنا وقد رأينا هذا من قبل أي أن المجموعة الفراغية لصورة صف المنخفضة لبي المجموعة الفراغية لبي تساوي ما هي صورة صف المنخفضة لبي وفي الواقع أن هذا بسيط جدا دعوني أتخذ مجموعة خطوات هنا لكي أحصل على صفر هنا دعوني أستبدل الصف 2 بالصف 2 ناقص الصف 1 على ماذا سنحصل الصف 2 ناقص الصف 1 الصف 1 لا يتغير إنه عبارة عن 1,1,2,3,2 ثم صف 2 ناقص صف 1 يساوي 1 ناقص 1,0,1 ناقص 1,0,3 ناقص 2,1,3 يساوي سالب 2 و4 ناقص 2 يساوي 2 نحن هنا تقريبا دعونا نرى هذا متغير حر هذا متغير محوري لدينا 1 دعوني أتخلص منه ويمكن أن نتخلص منه عن طريق استبدال الصف 1 بالصف 1 ناقص 2 ضرب الصف 2 الآن الصف 2 سيكون نفسه 0 وصفر 1 سالب 2 و2 دعوني أستبدل الصف 1 بالصف 1 ناقص 2 ضرب الصف 2 إذن 1 ناقص 2 ضرب صفر يساوي 1 1 ناقص 2 ضرب صفر يساوي 1 و2 ناقص 2 ضرب 1 يساوي 0 و3 ناقص 2 ضرب سالب 2 هذا يساوي 3 زائد 4 ويساوي 7 أليس كذلك وهذا يساوي 2 ضرب 2 ناقص 2 ضرب 2 ويساوي سالب 4 و2 يساوي سالب 2 هذه الصورة الصف المنخفض لB وتساوي هذا ثم إذا أردت أن أجد حيز الفراغي لدي X1 وX2 X3 X4 وX5 أريد أن أحصل على صفران هذا يساوي صفران هنا الآن يمكنني أن أكتب هذا كمجموعة من أو كنظام من المعادلات دعوني أفعل ذلك أحصل على X1 سوف أكتب المتغيرات المحورية باللون الأخضر X1 زائد 1 ضرب X2 زائد X2 زائد 0 ضرب X3 زائد 7 ضرب X4 9 وسائد 2 ضرب X5 ذائد 0 ذائد 0 يساوي ذائد 0 ثم أحصل على هذا X3 أليس كذلك 0 ضرب X1 زائد 0 ضرب X2 زائد 1 وهذا يساوي X3 وأحصل على X3 ناقص 2 ضرب X4 زائد 2 ضرب X خمسة يساوي هذا الصفر ثم إذا أوجدت المتغيرات المحورية هذه هي المتغيرات يمكن أن نجعلهم يساوون أي شيء إذا أوجدنا المتغيرات المحورة يفى على هذا نحصل على X1 يجب أن أكتب هذا باللون الأخضر ذلك لأن التلوين سيساعدنا أحصل على X1 تساوي سالب X2 ناقص 7 X4 زائد 2 X5 أقوم بالطرح هذا من طرفي المعادلة وأحصل على X3 لقد فعلنا هذا لعدة مرات تساوي 2X4 ناقص 2X5 وإذا أردت أن أكتب مجموعة الحل بصورة المتجه يمكنني أن أكتب مجموعة الحل أو الحيز الفراغي أو جميع قيم X الممكنة X1 X2 X3 X3 وX4 وX5 هذا المتجه X ويوجد في R5 ويساوي مركب خطي من هذه دعوني أكتب هذا المتغيرات الحرة هي X2 ضرب متجه ما هو X3 لا X3 ليس متغير حر زائد X4 هذا هو المتغير الحر التالي ضرب متجه ما زائد X5 ضرب متجه ما لقد نفذت المساحة لدي زائد X5 ضرب متجه ما وما هي هذه المتجهات دعونا نرى لا أريد أن أصنع فوضى هنا لذا دعوني أرى إذا كان يمكنني ربما أن أتحرك لا هذا ليس ما أردت فعله دعوني أعيد كتابة هذا لم أتقن إدارة الكتابة هذه بعد إذا دعوني أعيد كتابة هذا هذا X3 تساوي 2X4-2X5 دعوني أمحو هذا من هنا حتى أحصل على مساحة إضافية سأبعد هذا يمكنني العودة للوراء إلى ما كنت أفعل X5 ضرب متجه ما والآن ما هي هذه المتجهات علينا أن ننظر إلى هذه الصيغ X1 تساوي سالب 1 ضرب X2 إذن سالب 1 وهنا سالب 7 ضرب X4 وزائد 2 ضرب X5 هذا كافي وكم X3 يساوي X3 يساوي 2X4 تساوي 2X4 2X4 أليس كذلك ولا يوجد شيء يمكنه فعله مع X2 إذن هذا يساوي 2X4 2X5 2X5 ثم ما ناتج ما ناتج X2 لأنه لا يوجد به عبارة X2 ثم كم يساوي X2 حسنا X2 تساوي 1 ضرب X2 إذن جميع هذه العبارات ستكون 0 وأريدكم أن تنتبهوا إلى هذا سأكتبه هنا X2 هو متغير حر إذن هو يساوي نفسه صحيح وتكتبون 0 0 1 وX4 عبارة متغير حر وهذه نقطة مهمة وهذا يساوي 1 ضرب نفسه ولا يتواجب عليكم وضع أي متغير حر آخر وX5 متغير حر إذن يساوي 1 ضرب نفسه ولا أي متغير حر آخر إذن هنا نقول الآن أن جميع حلول المعادلة بX تساوي 0 أو أن صورة الصف المنخفضة لبي X ضرب سنأخذ القيمة ضرب 0 أو أنه مكونات خطية لهذه المتجهات دعونا نسمي هذا V1 V2 وV3 هذا مجرد أعداد حقيقية عشوائية يمكنني أن أختار أي مركب هنا لأكون مجموعة الحل هذه أو لأكون الحيز الفراغي إذن الحيز الفراغي لA وهو بالطبع يساوي الحيز الفراغي لصورة الصف المنخفضة لA أي يساوي جميع مكونات الخطية الممكنة لهذه المتجهة الثلاث ويساوي امتداد المتجه V1 وV2 وV3 هكذا الآن هو سبب عرضي لهذا التمرين لأننا قمنا بذلك لمرات عديدة لكي نفكر فيما إذا كانت هذه تكون مجموعة خطية مستقلة السؤال الآن هل هذه مستقلة خطيا وسبب اهتمامي به هو إذا كانت مستقلة خطيا بالتالي ستكون قاعدة للحيز الفراغي أليس كذلك حيث نعرف أنها تمتد للحيز الفراغي وتكون مستقلة خطيا بالتالي فإن الاثنان ستقيد المعادل علينا أن نمد الفراغي الجزئي ويجب أن يكون مستقلة خطيا إذا ندعونا نستعرض هذان هنا هذا V1 فيه 1 وفيه 1 في العبارة الثانية لأنه مماثل للمتغير الحر X2 وهو المدخل الثاني إذا نضع 1 هنا ولدينا صفر في كل مكان آخر في جميع المتجهة الأخرى في المجموعة الممتدة والسبب يتعلق بالمتغيرات الحرة حيث أن إذا أردنا دائما نضربهم بالصفر هذا سيكون صحيحا لأي متغير حر إذا قام هذا المتغير الحر بتمثيل المدخل الثاني فسيكون لدينا واحد في المدخل الثاني هنا ثم صفر المدخل الثاني لجميع المتجهة الأخرى التي تتشارك بالمتغيرات الحرة هل يمكن لهذا أن يمثل بصورة مكون خطي لهذا وذاك؟ حسنا لا يوجد شيء يمكن أن أضربه بصفر وأضيفه لشيء ما أضربه بصفر حتى أحصل على واحد هنا سأحصل على صفر إذا هذا لا يمكن أن يمثل بصورة مكون خطي لهذا كذلك هذا المتجه يحتوي على واحد في الموقع الرابع لما في الموقع الرابع؟ لأن الموقع الرابع يمثل متغير الحر المماثل أي X4 إذن هذا يسوي واحد هذه دائما تحتوي على صفر هنا إذن لا يمكنك أخذ أي مكون خطي منهم للحصول على هذا إذن هذا لا يمكن أن يمثل بصورة مكون خطي هنا وأخيرا هذا الـ X5 هنا يحتوي على واحد وهذا تحتوي على صفر إذن لا يوجد مكون خطي من هذه الأصفار يمكنها أن يساوي واحد جميع هذه تعتبر مستقلة خطيا لا يمكنك أن تنشئ أي من هذه المتجهات للمكونات الأخرى إذن هي مستقلة خطيا إذن المجموعة V1, V2, V3 في الواقع تمثل قاعدة للحيز الفراغي للحيز الفراغي تعلمون ماذا علي أن أكون حذرا للحيز الفراغي لـ B وحتى نتحقق لقد قمت بتعريف المصفوفة الداخلية بالمصفوفة B دعوني أكون حذرا إذن الحيز الفراغي لـ B كان مساويا للحيز الفراغي للصورة الصف المنخفضة لـ B من الجيد أن نبدل الأشياء في كل مرة نبدأ بالتفكير أن كل مصفوفة تسمى A إذن لم يكن ذلك هذا يساوي امتداد هذه المتجهات إذن هذه المتجهات وقد قمنا بتوضيحها ذلك لأنه لا توجد طريقة أخرى هنا حصلنا على هذه هذه تشكل قاعدة الحيز الفراغي لـ B الآن هذا يشكل سؤالا مثيرا للاهتمام في العرض الأخير قمت بتعريف البعد وربما أنكم افتقدتموه في هذا العرض كان بداعي الإثبات لكن البعد بعض الفضاء الجزئي سأعيد تعريفه هنا عبارة عن عدد العناصر الموجودة في قاعدات الفضاء الجزئي وفي العرض الأخير بذلت وجهة عظيمة حتى أوضح لكم جميع قواعد أي فضاء جزئي ستحتوي على نفس عدد العناصر إذن تم تعريفه سؤالي لكم الآن ما هو بعد ما هو بعد الحيز الفراغي لـ B حسنا البعد عبارة عن عدد المتجهات الموجودة في مجموعة القاعدة B حسنا هذه مجموعة القاعدة B وكم عدد هذه المتجهات واحد اثنان ثلاثة بعد الحيز الفراغي لـ B هو ثلاثة أو لنفكر به بطريقة أخرى أو لنطلق اسم آخر على بعد الحيز الفراغي لـ B الفراغ فراغ B وهو أيضا يساوي ثلاثة دعونا نفكر به لكن ما هو فراغ أي مصفوفة سيكون بعد الحيز الفراغي حسنا بعد الحيز الفراغي دائما سوف تحصل على مجموعة متجهات هنا بعدد المتغيرات الحرة بعدد المتغيرات الحرة التي لديك اذا بشكل عام فراغ أي مصفوفة أي مصفوفة لنفترض انها المصفوفة A يساوي عدد ما يساوي عدد ما تسميته بأعمدات المتغير الحر أو عدد المتغيرات الحرة الموجودة حسنا أعتقد أننا نسميها صورة الصف المنخفض أو أعتقد أننا يمكن أن نقول عدد الأعمدة غير المحورية عدد الأعمدة غير المحورية في صورة الصف المنخفض لأي لأن ذلك هو عدد المتغيرات الحرة جميع هذه المتغيرات الحرة تحتوي على متجه مستقل خطي ومشترك مع كل واحدة منها ليس كذلك إذا عدد المتغيرات هو عدد المتجهات التي سنحصل عليها في قاعدة الحيز الفراغي وعدد المتغيرات الحرة تكون بالضرورة مثل عدد الأعمدة غير المحورية الموجودة في صورة الصف المنخفض ليس كذلك هذا كان عمود غير محوري هذا عمود غير محوري ذلك عمود غير محوري وهم يتشاركون بالمتغيرات الحرة X2 X4 و X5 إذن فراغ المصفوفة عبارة عن عدد الأعمدة غير المحورية الموجودة في صورة الصف المنخفض لتلك المصفوفة على أي حال أتمنى أنكم وجدتم هذا مفيدا